يا الله السلام عليكم كنا نخاف من باتر وكنا نخاف من الحياة بالأخص أبو العائلة راح أعلمك على ورد السوي هو كلش سهل بس أنت من راح تلتزم بالرقم مالي راح يصير عندك اطمئنان إلك والشغلك والرزقك والعائلتك والزوجتك والذريتك هذا الورد علم زوجتك علي وعلم جهالك علي يسوه جاهل يقول لك بابا تطيني مصرف لا تطيني مصرف قل له هاي سبحة سوي هذا الذكر الذكر هو يا الله 71 مرة إذا ابنك إذا ابتك إذا زوجتك تقول لك أريد مصرف طلعنا أفلان مكان رجلنا أفلان أكله طبعا أنا أريد أزرع البتسام على وجهكم قل له تعال هاي سبحة سوي 71 مرة يا الله وأنا أطيك أنصح كل مسؤول عائلة كل أب أن يعلم زوجته وجهاله وأمه وأبوه وأخته وكل إنسان حتى عمالك حتى الناس اللي يشتغلون مياك بالعمل قل تعالوا سوي يا الله 71 مرة لاطمئنان القلب لاطمئنان الروح لاطمئنان النفس تطلع للشغل رأسك بارد مأمن على عائلتك مأمن على زوجتك مأمن على جهالك مأمن على سيارتك مأمن على رزقك مأمن على روحك الكل يسوي هذا الورد يوميا يسوي الصبح 71 مرة يا الله بس اضبط للعدد وباع الأطمئنان والقوة الجسدية والقوة البدنية والقوة الروحية رح تجيك ومن تجيك هاي القوة لا تنساني بالرحمة السلام عليكم ورحمة الله